رئيس حركة النهضة اسمه يتداول الآن في خصوص التغييرات التي تعيشها البلاد نجيو على هذا بعد قليل يترحبوا بالدكتور عبدالتيف المكية مرحبا وشكرا لك على تلبيت الدعوة أهلا وسهلا مرحبا أسبوع الخير لكل فريق ولكل سادة المستمعين وإن شاء الله رغم الصعوبات والظرف الوطني للحرج إن شاء الله نكونوا بخير وإن شاء الله نتقدموا نحو حل وحل حلت مشاكل البلاد نبي إذن الله به سعودتيفش نطلق بالوضع الصحي تونجين بعض للإقار رئيس الجمهورية التوانسة كلت خامن في هذا الوضع الصحي مخاوفة والتوانسة تعودوا عليه ونجحت في هذه العملية كنت نحكيها وصابر كنت قريب منهم وخرجت في مختلف المواقع العالمية وفسرت شو اللي قاعد يسئير وقناعت وعطيت المعلومة نطلبوا منك اليوم بشتعتي المعلومة للتوانسة وتوضح شفامها وكيفاش نخرجوا مع الوضعية هذي وضعنا الآن سي عبدالتيف شوف المعروف أنه الأمراض الجرثومية وخاصة فيروس ينتقل عن طريق التنفس في إمتعام المعركة الأساسية ضده هي معركة الوقاية بفرعيها الوقاية باش ما يجيكش الفيروس تبعد على الخلوط تلبس الكمامة تغسل إيديك وتعمل الجهل والوقاية الأخرى الدوائية اللي هي بالفاكسان هذي أهم محور يجب نركز عليه في محاربة الكورونا الوقاية بعد ذلك حضرتكسي عبدالتيف الماكي ما نجحنيش في الزوس لنجحنا في الوقاية اللي هي تبعد الجسدي والصابون الأخضر والجال والكمامة ولا نجحنا زد في التلقيح ما جيش التلقيح اليوم بامتظار أنه الوزارة والحكومة نقول والدولة بما في ذلك السيد رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الحكومة كاملة وحتى التوانسة اللي عندهم علاقات دولية وعالمية ينجموا يعاون هذو ما باش نداركوا في موضوع التلقيح الثنين بانتظار ذلك الوقاية الفيزيك الوقاية المادية تعمل بذات تبعد على التجمعات الحجر العام إذا لزم رأوا نوقفهم نقول أهلين في القيروان في زغوان في سليانة في كل الأماكن اللي صار فيها الحجر العام رأوا جربوا التزام الحجر العام نجمع إلى عشرة يام وتشوفوا كيفيش الكورو بتبدأ تهبط نلتزموا التزام حقيقي ليش؟ لأنه المرض التهب يعني عبارة على حريقة شعلت كانت شغيرة ولكن شعرت الحريقة أنت باش تبعد الناس اللي لباس عليهم على الناس المرضى بالحجر العام وباعتماد الوقاية الذاتية كيف تبعد الناس تعزل الناس اللي لباس عليهم على الناس المرضى هذوكم اللي لباس عليهم ما عدوش بهeralt باش يمرضوا ونحن باش نرقز جهودنا على المرضى باش ننقضوا منهم أكثر ما يمكن ولذلك رأوا العمل المتاعكم هام وهام وهام جدا في الالتزام بالحجر في الالتزام بوسائل الوقاية الذاتية في اجتناب التجمعات الزايدة إلى غير ذلك فبالتالي عنا الوسيلة اليوم باش نوقفه والناس اللي تتصور اللي رأي ذيها عاصفة وتتعدى شوية صبرت أو تهز كذا وكذا لا رأي مش مش تتعدى إذا كان من وقفه ما نعملوش كوب فيه رأي مش مش تتعدى الفيروس هذا قادر باش يطلع ويطلع 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 ويضرب الناس ولذلك الوقاية 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 بعدين نمره تقولي انت زم بالوقاية التامة والحجر الصحية الشامل باش نعيش دولتي ماشي معاي مرافقتنيش المرافقة الاشخماعية والاقتصادية كيف نقعد في الدارة اني ما عنديش بكيفاش نوكل عائلتي هذا ما يقولون العباد هو الحجر باش يكون بتأكيد لمدة محدودة يعطي المفعول متاعه بعدين كيف تناهي بتالي مدة محدودة ينجم المواطن يتحملها وخاصة وقت تدخل الدولة ويتعاونه واني تقول نرجع لها النقطة دي بعدين الرلاف تولي الوقاية الفردية مفروضة على الجميع بحكم الضمير وبحكم تطبيق القانون ما عادش نشوفه المدارة انت الناس بدور في الشارع ومش عامل بافيت وإلا اللي عامل بافيت مهبطه وخشمه عريان زيت تعمل فيها البافيت إذا كانت مش تعملها بطريقة هذيكا الجيل مسيت حاجة تقصد فيها أنا لا أنا بعاد احنا أخيناتنا زوز ميترو يلزم هذا يتفرض أراه عبارة يعني على إنسان هذي سليح ويقتل به في العبيد وقتلينتي هذا فيروس والدور وسيادتك لا تبلغ على روحك ولا يقول لك يا ولدي برحل تقول لا جريبة جريبة عادية ولا مدرش نوع وإلا الشخص اللي لباس عليه يمشي يعرض نفسه كذلك للضرر وبعدين وقلت سير كان جيت وزير صحة الآن نعم ولا عضو ولا رئيس اللجنة واحدة منهم اختار العلمية الوطنية الاستشارية اللي عند رئيس الحكومة اللي الكثرة اللي جانت بارك اللي عندنا به القرارات اللي يجب أن نتخذوها اليوم قبل غدو شي يجبنا نعمل بالضبط يا عبدالتيف الوقاية عرفناه التلقيح عرفناه لكن هذو مزوز يا عبدالتيف صعب تحقيقهم صعب جدا الوقاية الذاتية الوقاية الذاتية صعب جدا يعني لا يمكن تبقوا في القانون كذلك الفاكسان ثم مئات الالاف وصلت وباش توصل باش تتساعد ثم تتساعد ثم أصدقاء قاعدين الآن صدمتهم الوضعية اللي في تونس ثم عزم باش يقوي التزويد متاع تونس ولكن رأي الوقاية الفردية والوقاية الجماعية كما تقول لنمنع الأسواق مدام عينة نمنع كذا حجر عامي لغير ذلك عندها دور كبير باش توقرت في الفيروس لأنه المرض لكي باش يجي أنا يجين الفيروس من عند واحد خرجوا بالنفس متاعه مسيت بواني وإلا نحكي مع جماعة عن قرب ومنش لبس البابات لغير ذلك منين يكونوا كي نعمل الوقاية الفردية منين مش يكون الشخص يعدي في النهار مئة شخص كذا يتحرك عادي ويقابل عادي ويقعد عادي يولي شخص يعدي أربعة ثلاثة خمسة من ناس فقط كيف يعدي فقط ثلاثة أربعة خمسة من ناس نقوله قادرين نتكفلوا بيهم في المستشفيات وتكون الرعاية الصحية أكثر جدوى وأكثر فاعلية مش المشاهد اللي نشوفه فيها ناس مرأة في كريتها ممدودة ومرمي على التروتوار وحط شوية أكسيجان في خشم هذه مشاهد مخجلة تجاه أنفسنا وتجاه الضمايرنا ولذلك اليوم المواطن عنده دور الدولة عندها دور المجتمع القرارات يجبنا ناخدوها حسب رأيك حاضر التجويل مثلا لا مش أقولك عملية غريبة لك اجتماع بين سيد رئيس الجمهورية وزير المالية ومدير البنك المركزي ومديري البنوك رأني باش نتلزو إلى حجر عام في برشا ولايات قد يتساعد كي باش مش نمولوها عطوني الحسب كي باش مش نمولوها باش تعطوني الفلوس باش نعاون الناس باش نعمل تدخلات باش نتعاقد مع المتقاعدين باش نتعاقد مع الممرضين والتيكنيسيان والذي زاد سوانيو اللي هما عندهم مشاهدوا موامش مش يخدموا باش 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 مولوني العملية للإجراءات الصحية هذا اللي يلزم يتم هذه أولا نعاود الرجع مجلس أمن قومي يهتم بموضوع الصحية يقرر العملية المالية هذية يقررها ويقول لي من يمش نمول الإجراءات اللي بشتوقف المرض بثنين الرجع الغرفة منتع العمليات في العوينة ونعمل لها شبكة ميدانية منتع رقابة وتحسيس وتطبيق قانون وتدخل إذا كانت تصير أزمات اليوم يعني قيادة الأزمة رأوا في أزمة فيها قيادة موحدة ثم قيادة عنا قيادة عنا بيلوتاج صحيح ثم ما يتلاحظ عليها ثم برشة نقايس لكن ثم قيادة في البلاد ثم سيد رئيس الجمهورية ثم سيد رئيس الحكومة ثم سيد رئيس البرلمان ثم وزراء ثم حكومة ثم كذا اليوم قيادة الأزمة يجب أن تكون موحدة موحدة ومعروف كيف اليوم أنا باش نطبق حجر ويكون فعال باش نعمل تدخلات وقت لأزمات عندي ناس معزولين باش نوصل لهم ماكلها عندي ناس كذا يلزم غرفة عمليات قوية في العوينة فيها مختلف الوزرات المعنية وتكون مرتبطة بالليجان الجهوية لمجبهة الكوارث واللي يلزمها تكون رومفورسي وتكون عندي شبكة تطبيق ورقابة ميدانية متكونة من أعوان الأمن من أعوان الحرس من أعوان الجيش من المتقاعدين المتطوعين من شباب المنظمات الوطنية من الكشافة من الهلال الأحمر التونسي من اليروتريتي المتطوعين الناس نتعاقد معهم كذاك ونقولوا نتعاقد معك ستة شهر أربعة شهر في خدمات معينة إلى غير ذلك ووقتها تولي الدولة كي تطلع كلمتها من قصبة تتطبق في برج الخذرة في ظرف نصف ساعة من زمان واضح الثلاثة التلقيح اللجنة العلمية اللجنة العلمية يلزم ترجع لها القوة متاحها والتماسك متاحها والانسجام متاحها والديسيدور سيونتيفيك مانا يرجعوا يخدموا الكل مع بعضهم في تقييم الوضعية الوبائية في تقديم المقترحات اللي بيشتمشي لللجنة الوطنية لمجبهة الكورونا باش تلبسها اقتصاديا وتلبسها إداريا وتلبسها أمني اللجنة العلمية والتي تفتي في الاقتصاد وفي الاجتماع اللجنة العلمية يقولون لها رو الوضع الاقتصادي ما يسمحش يقولون كذا مش مشكلتي مشكلتي أنا وضع صاحي نقول لك أنا طبيب ولا عالم ولا مختص في الأمراض الجرثومية نعطي شنوه اللي يلزم الحلول العلمية يعطيه هم يعطيه في الحلول العلمية نسمع فيهم يتكلم يقول لك ما نجموش نعملوا حاجر صاحي شيء من على خطر الوضعية الاقتصادية والاجتماعية هذي تقولوا اللجنة الهيئة الوطنية لمجابات الكورونا اللي يترأسها السيد رئيس الحكومة الهيئة اللجنة العلمية يلزم نحطوها في الكونديسيون في الظروف المناسية به باش تعمل في راحة اجتم رائحة السياسة هنا سيعاد دلطيف المكي سمحني شوف السياسة اللعبة ولا تلعبة سياسية حتى داخل اللجنة العلمية لا أظن الناس اللي نعرفهم ناس مشتهدي مش هومة مش هومة يا سيد ناس زهم هومة لا لا ناس 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 حقيقة وطنيين ومخلصين العلم ومخلصين للبلاد أنه إنسان يعمل خطاء هنا وهناك كلنا معارضون للخطاء فهمتني وقعدين يخدموا ليلا ونهارا وباجتهاد كبير بقي السلطة العمومية اللي هي كما تأثر رجل الطب تأثر رجل المالية تأثر رجل الأمن يزي ما هي اللي تقوم بدور على أحسن ونعرضهمش لظروف اللي ربما تقلقهم في أداء المهام المتاحة ولذلك ثم همش كبير للتحسن في إدارة هذه الآزمة يزي ما نستغلوه لأن نقول رأي مش مش مشتوفة وحدها ما هي شي بشتوفة وحدها بقي ذران الرمادة اللي عملي العينين اللي نعمل فيه الآن نجم يربحنا وقت لا مش ذران رمادة تطعون للحجر العام في ولايات هذا هجرها قوي وباش تنجرع ليه برشة أشياء لكن مستعدين لها باش نمنع الأرواح لأنني أنا نقول ماذا بي نمنع الأرواح ونمنع الاقتصاد لكن إذا كان يلزمني نمنع حاجة واحدة نمنع الأرواح نمنع الأرواح وبعدين نقول لتوانسة سمحوني راني الكياس الفلاني باش نوقف الإنجاز متاع ولاني فلوس وهزيت البلسة الأخرى يصدقوك ويقفو معك في مني ولذلك اليوم يزم يكون ثم منعرج إيجابي جدا في إدارة الأزمة ويكون منعرج إيجابي جدا في سلوك المواطن يا مواطن يا أخي رأي المسألة باش تحاسب عليك أقنعوا سي عبدالتيف قولوا لا حقيقة سي عبدالتيف أقنعوا المواطن أقنعوا والله يتبع وفي اللولانية سي عبدالتيف تبع المواطن وعمل الموجة اللولانية لناها أمر غريب البلديات نزلت وتعقم المواطنين يعقم المنظمات الشباب العبادة تفرق تفرق في البافيت على الناس الجيل الجيل ما عندك الجيل يعطيك الجيل الجيل موجود في كل مكان صحيح صحيح صار ارتخاء ويلزم نرجع وهنا أخذينا الدرس وكلنا الدرس ومانيش يخوف في الناس براية حقيقة رأوا الفيروس هذا مستعد يصعد معنا قد ما احنا نرتخيه رأوا لعنده لا رحمة ولا شفق أكم تشوفوا فيه سلالة انجليزية سلالة برازيلية سلالة هندية تطلع لك سلالة سيرلانكية سلالة تشادية سلالة كذا رأوا قدر ما احنا مرتخين قدر ما هو يصعد وشيخ علينا ولذلك ننتبه ورأي المسألة دي أنا مش نجي من الأخر سنحاسب عليها أمام الله الارتخاء في مقاومة الكورونا كل من مكانه المسؤول الكبير للمواطن العادي سنسأل عليها هذا الارتخاء الذي ينجم يعمل حاجة وما يعمل إلك Organ saled رأوا سنحاسب عليه بنوجب عقيدتنا وثقافتنا وإيماننا سنحاسب عليه اللي ما يلبسش ببهات سيوحاسب عليها ولا ما يتطورش مش يتحاسب عليه ولا ما ي viscosity مش يتحاسب عليه ولا ما يصرش الليل يتحاسب عليه ولا ما يطبقش تعليمات الدولة يتحاسب عليه لأن بلادنا بلاد متعتب بلدرسة من المدارس العالمية متعتب بتاريخنا كيفاش يجر فينا هذا صحيح؟ الوطنية. لدينا ثقة في العبادة هذه المعنى. مشكلتنا ليس علمية في إدارة هذه الأزمة. مشكلتنا في إدارة الأزمة ليس علمية. بالعكس من الناحية العلمية يمكننا أن نشع على أصدقائنا وأشقائنا. مشكلتنا ليس علمية. ما نقول أن المشكلة أيور. الشيء الذي يدهور في الوضع الاقتصادي هو الذي يدهور في الوضع الصحي. وكل شيء يبدأ بالسياسة. ممكن تبدأ عندك سيارة باهية. بعجلها بالشاسية والموتور. يكفي أن يكون الفولان سافا با. يتنجم تدخل واحد في حيث. وبالتالي السياسة. السياسة هي الفولان تع البلاد. هي منظومة القيادة والتحكم تع البلاد. مهما كانت إمكاناتك الاقتصادية والعلمية. ومهما كانت الطبيعة متع شعبك وكل. تنجم تدخل في حيث. لأن منظومة التحكم. تدخل في حيث. وبالتالي لا تخافوا من السياسة. السياسة هي قيادة البلاد. وتوجيه البلاد. لدينا مشكلة سياسية. واضح. لا نعود إلى المشكلة السياسية. لا نعود إلى الوضع الاقتصادي والمالي. لديه عكاس على كورونا. ولا لديه عكاس على كورونا. على كورونا. على الوضع الاقتصادي. لماذا؟ هذه متحاورة هندية والبريزيلية. متحاورة تونسية. هذه سلالة ضربت الاقتصاد. هذا الوضع القيادة. عبدالتي في المكي بعد قليل اسمه يتداول أيضا في كرئيس حكومة هل هي عودة للحكومة هل هذا موجود هل فما التفكير فيه إجابات ناخدها بعد قليل لقاء زاد سيد رئيس الجمهورية بسيد رشد الغنوشي البارحة بواد الانفراج وإذا بد جليد ولا شون ينجموا نتحدثوا على هذا اللقاء خاصة قريد مارتينو لتلافة البيانة حركة النهضة أو شفت اللي تكتب في صفحة رئيس الجمهورية قريد مارتينو لتلافة شي ما تقلل لقاء شنو ما فأحواه معنا حتى شي عبدالتي في المكي يعطينا شنو ما فأحواه